بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى يومدي معكم عبدالله السكر النهارة نتكلم عن مكتبة مهمة جدا هتمكننا نحن نتعامل مع الـ XML data ونعمل لها manage زي ما استخدمنا مكتبة الـ Beautiful Soup عشان نقدر نتعامل مع الـ HTML data طبعا الـ XML data مهمة جدا ولا تقل أهمية عن الـ HTML data طيب واحدة واحدة كده المكتبة اسمها XML E3 Element Tree هنعرفين نحن نحن في في الـ XML data أو الـ XML language معنى صح بيبقى عندنا element عناصر تمام؟ وكل عنصر بيبقى ليه sub element عنصر تحت منه يعني تمام؟ ويبقى فيه text للعناصر دي زيها زي الـ HTML بتفتح تاج وتبدأ تحط الـ Text بتاعه أو تحط القيمة بتاعت التاج يعني ما بين كل تاج وتاج بتحط الـ Text بتاعك وتعمل slash وتفل التاج زي لكنك بتعمل code HTML أو XML عادي جدا تمام؟ احنا مرده نبدأ نتعامل مع مكتبة مهمة جدا اول حاجة هنعمل لها import انت مش محتاج اصلا انك تعمل لها install تمام؟ هقوله import xml.e3 .e3 .element .e3 وطبعا عشان اسمي كبير جدا زي ما انت شايف كده مش هرد اطلبه كل مرة فهقول as وليكن et عمل لي import ما فيش اي مشاكل زي ما انت شافي تمام؟ تمام اول ما نسلط هنتكلم عنها اللي هي element element عشان نضيف عنصر جديد ولكن هنضيف عنصر اساسي ونسميه مثلا من element انا طبعا نحط هنا في الـ example اللي هنا root تمام؟ اطبعا الroot هو الرئيس يعني فقلت نغير الشيء ونخليه main element ويساوي .element وابدأ اضيف element عندي ولكن هسمي الـ element الرئيسي بتاعي عبدالله بعد كده هقول .dumb يعني لو سمحت اعمل لي dumb للـ data دي اقول لي ان احنا متاجين الـ element بتاعك اقول main element فراح اعمل لي dumb وراح مطلع لي الكود بتاعي زي ما انت شافي دي حاجة تاني حاجة لو انا عاوز اعمل الـ element تاني واعمله ابند على الـ element ده تمام؟ ولكن هنعمل الـ element جديد واخلي مثلا عالي بالشكل ده كده بعد كده هابدأ اقول له المين element . يعني ضيف لي لي ويهي هنضيف لي لي ايه؟ هقول له والله الـ . هنضيف لي . element . يبقى انا عملت ايه دلوقتي؟ دلوقتي انا عملت new element تمام؟ وبعد كده ضيفته لي الـ element الرئيسي اللي هو المين يبقى المين اسمه عبدالله عملت element تاني جديد اسمه عالي هبدأ اضيفه للـ element الرئيسي اللي هو عبدالله تمام تم الاضافة تجي نعمل ضم كده et ضم لـ main element بيعتبره هو الرئيسي بالشكل ده كده نلاحظ ان عالي موجودة هنا بالشكل ده تمام طيب بعد كده عندنا ميسود الثانية اللي هي الـ sub-element sub-element يعني بيضيف sub-element لـ element الموجود عندي اساسا تمام؟ وكمان ممكن اغير في التكست بتاعه تمام؟ تمام وليكن هضيف عندي وليكن هقول sub-element بيساوي et . sub-element element اول حاجة محتاجها مني ايه؟ الـ element اللي انا هضيف له sub-element يعني دلوقتي انا عاوز اعمل element تحت العلي يعني دلوقتي انا محنا واجهين علي موجود تحت عبدالله زي ما احنا شايفين يعني دلوقتي عبدالله بعد كده علي احنا عاوزين بقى نعمل sub-element لعلي فنعمل ايه؟ هقول له والله new element بتاعي هبدأ اضيف له element تاني قصب لي يعني واسميه مثلا ثاني مثلا تمام؟ تمام؟ لما نيجي نعمل dump et dot dump هنعمل dump المين نعمل dump للمين element برضه عشان نشوف الكود كله فاقول له main element زي ما احنا شايفين بدأ يضيف لسامي زي ما احنا شايفين طيب لو انا عاوز اغير في التكست كل اللي انت بتعمله بتقول dot text على الصب element بتاعك وعلى فكرة عادي جدا انك تقول dot text على اي element بتعمل سواء sub element او element عادي تمام؟ ولكن بتحول الصب element dot text وابدأ اقول له هنا مثلا بيساوي my python networking course بشاكده كده بشاكده كده بشاكده كده نعمل بقى dump et dot dump تاني عشان نشوف الكود لي المين element برضه main element زي ما احنا شايفين قال لي هنا my python networking بشاكده كده تمام ام لو انا عاوز اعمل remove ال element معين تمام بقول ام اشوف ال domain الرئيسي بتاعي انا مثلا عاوز اعمل remove و المنت بتاعي اسمه علي مثلا بروح لي ال element ال المنت الرئيسي بتاعه وابعمل له remove ولكن انا عندي المنت بتاعي اللي هو علي لو هزبتو هحزف معه سامي بالتكست بتاحها تمام؟ اشتبقى غير عبدالله بس فانا هقول الني عاوز اعمل remove معنى اصح يعني منه فهاقول له المين element dot remove هتحذف مين؟ هحذف تمام نعمل ضم بكده ونشوف a t dot ضم وليكن طبعا هكون من element اساسي يعني element عشان نشوفه طبعا لعبدالله بس زي منتو شايفين يبقى لما شلت new element طبعا خدته بالصب element بتاعه يعني مسلا علي خدته بالصب element بتاعه سامي بالتكست بتاعه حذفته لانه طبعا ده مجرد ما تحذف عليه بانت حذفت الصب element بتاعه طيب ده جزء بسيط جدا ندخل بعد كده على جزء تاني لو انا عاوز احوله تمام وكمان اديله التريبيوت يعني مثلا اديله 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 اي ان كان انا عاوز اديله تمام طيب واحدة واحدة كده احنا عندنا دلوقتي element اللي هو نيو element تعالوا نضيف element تاني اللي هو علي نعمل له بالشكل كده كده تمام بعد كده نعمل ضمب تاني للمين element تمام عاوز ادي ليه علي اللي هو التريبيوت تمام فهقول له التريبيوت طبعا صاب element ماشي المين element ماشي ورحتك مجرد انه عندك الميسود الاسمها اتريب تمام بتديها في قصم مصفوفة ده او قصم الاتريبيوت اسم الاتريبيوت وبعد القيمة بتاعته تمام تمام وطبعا قص زي قص المصفوفة بالزبط وده اكون اسميه هنا class قيمة بتاعته بيساوي مثلا واحد دين ثلاثة مثلا مش تاكده كده نعمل كده dump et dot dump اقول له هنا المين element برضو زي ما انا شايفين اضاف لين class بيساوي واحد اثنين ثلاثة بشكل ده كده على فكرة انا ممكن اقول et dot dump لو انا عاوز اطلع الجزء بس بسيط لمسلا new element مش لازم تقول main element بس ساعتها بقى هتطلع لي بس element الخاص بالnew element يعني اللي هو عالية لكن انا بقول main عشان اطلع الكود كله مرة واحدة طيب بعد كده نتكلم على التحويل لو انا قلت et to string root root طبعا ده يعتبر main element طيب انا عاوز احاول كل بس ساقول et dot to string element اسمه اي انا اختار اي element ولا يكون main element زي ما انا شايفين حطيلي p يعني وحطيلي علامتين التنسيس وحاولها للstring زي ما انا شايفين نتكلم بعد كده على method جديد او مكتبة جديدة بمعنى صح هي خاصة بxml برضو تمام انا طبعا في اطار xml xml doom mandom as mandom طب دي بتعمل لي ايه بتعمل لي pretty file يعني تجميل ليه شكل الكود هو بانطبعه تمام يعني شكل xml code يبقى شكله كويس طيب هنعمل لها import عشان يشتهر عليه xml doom mandom as mandom طبعا as دي انا بعملها عشان اسهل عشان ما عاش اكتبك ال class مرة واحدة كل شوية فبقى قول mandom تمام يبقى import xml dot بعد كده المسود اللي عندنا اللي هي doom mandom تمام هقوله doom dot من doom تأكد كده شوية بالزبط ده اسم المسود اللي خاصة بالمكتبة هقوله as من مش ركي ده كده طيب وبعدين احنا دي وقت المفروض نحول xml data بتاعتنا اللي احنا عملناها لstring ونعمل لها تمرير في مسود خاصة بالمندم تمام اسمها parse string وبعد كده نبدأ نخليها تظهر بشكل pretty fi جميل عن طريق top او pretty fi او pretty xml two pretty xml معناها ان انت بتحول l text اللي هو على هي xml يدخل لي المسر الخاصة بال two pretty xml عشان يحول هالي بالشكل جميل انت شايفو ده تمام فاقول له parse string يبقى اقول له هنا الاول print عشان اتبع مرة واحدة عندي dot parse string مش كده كده محتاج مني ومحتاج مني parse number ال string بتاعها هيبقى ايه هيبقى لقيتي to string المين element عشان احول له string لانه بياخد مني string اصلا ما ياخدش مني المنت كده لوحده لازم يتحول دي تمام بعد كده نبدأ نخلي to pretty xml تمام يبقى to dot to xml مش كده كده تمام pretty xml طيب زي ما انت شايفين بدأ يكتب xml code بتاعي واللي version ورح ايه اللي هنا عبدالله ورح طبعي لي sub element الخاص بابدالله اللي هو عالي يعني والattribute بتاعي تمام يبقى نعيد بس من الاول احنا خدنا اين المهاردة خدنا مكتبة xml خاصة الجزء خاص بال element element tree بدأنا نعمل element ونعمل new element ونعمل له upbent ونعمل sub element نغير نغير في text القيمة ندي كمان attribute بعد كده لو حبينا نعمل عم يتحسف ليه element بنحذفه نعمل remove عادي جدا تمام لو حبينا نحاول بنعمله تحويل عن طريقه بعد كده جينا على الدوم من دوم الدوم من دوم مهمة جدا عشان نقدر نعمل طباعة بشكل جميل prettyfy يعني minimum dot parse string بقول له et to string عشان نحاول ايه نحاول من element التاعي لstring فأباع عندي دلوقتي القيمة القيمة بتاعتي دي string xml data string يعني وطبعا عشان كده بقول parse string يعني هاستخدم من من دوم عشان نعمل parse للstring data بتاعتي اللي هي اصلا في الاساس xml data ومتحول بعد كده بيبقى عندي two pretty xml بتعمل لي ايه بتتظهر لي ال data بتاعتي على شكل آآ الكود آآ جميل أو على شكل بريتي فاي كود بالشكل داك تمام؟ تمام طبعا في فرق ما يبقى الكود يظهر كده وبعد كده الكود يظهر كده طبعا هقولنا بريتي فاي موجودة عندك برضو في بريتي فل سوب بتقول بريتي فاي وبتطلع الكود بتاعك بالشكل جميل ومنظم دا كان درسنا النهاردة ان شاء الله هنرفع كمان دروس بإذن الله في البيتون نتواركينج تمام؟ ونكمل دعواتنا في الباشي سكريبتينج فور بيتريشان تستورز تمام؟ ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب في أمان الله